موسيقى من فضلك فين ممكن نلاقي حجازي نوح اذا كنت عايز تشتري منه رو خدلك دور في الطبور طبور ايه؟ انت ما تعرفش انه خبه ايه مسيق كلها اللي عادة والنهاردة بيبقى بالسعر اللي على كيفه حجازي نوحانا العاطب صدق بالله يا حجازي انا ما معايش داني عايزي المعزة لجلي ما رضع العياد المرة زربيت لتنين في بطن واحدة واتوكلت ومش لاقي حد يردحه بما انتعال معاك ايه اهو لا لبعدة انت جرالك ايه حجازي؟ جرالك ايه؟ هذا الراجل بيقولك عايز المعزة عشان يأكل بيه اولاده وبعدين انت عارف ان السلطان ما عندوش هم معون ان دي التجارة دي مش تجارة دا استغلال اهوا لقيه استاذ بربهان متعطلناش يا اخوي دا مكان شغل ببرزق يال استن انت بس يا حبيبة يعني ايه استغلال يعني لما ترفع السعر لدرجة ان اللي محتاج ما قدرش يشتري يبقى بتستغل الناس بتفعصهم عايز انت تعيش والناس تموت حجازة الحقني يا اخوة الله يسترك الحقني ايه في ايه اهو دل يكتقل لك ان انا خايفة منه برهام متعلم قوي ويقدر يركب اقدمه حجاز الحقني يا اخوة فلوسي عظيها هو هابيشتغل ايه معرفش انما الواسكة تكون تقالي انه هو مقالف روايات مقالف الحقني بقى لا بسيطة ما تليش خلتلي معاك يا سلطان وعد الدين الماجر حلال عليكو على ولادي ايه دا كاموسي واستغفر الله الله يعبر ماجر برهان يا ابن عمي شبت ان اسمعت كلامك ازاي انا ورعا ايه دي امش معانا بسوكاس اعرف مين الاود واحسان من الدولة امن دولة اتسيبوه دا القوشتوى برو هارب لعم هانة اتسيبوه ورعا اتسيبوه اتسا بني عم هانة انا معالين معاك ما تقولش فعامك ما تجيبش لنافسك الكلام دا متهم بشيوية والناس دول ولا اهازوا بالله ملحدين ايه مايعرفوش ربنا استغفر الله مشوفش غلين احنا بقى شخص الله أنا مش هتحرك خطة من هنا إلا إذا وردتون إذن النيابة يا عالم يا ناسي هو مواطن مصري بقى تعرض للمهانة بدون سبب واضح أقدر حجم البيت بالحق وحقيقية عدة دلوقتي دي لو انكشفت اللعبة برهاني ودينة في داهية ده متعلم جامد قوي ولا يهمك بس يولي انت مناشي العلبان دا دي سيبوه هات البطاعة بتاعتك أخصب بالله العظيم ثلاثة ساعات تلبيه أنا ملاقي أي علاقة بالاتجاه دا ايه دا انت قريب حجازي ايوه 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 حجازي نوح ابن عامي لازم ليس يا تلبي على العموم أنا هسيبك المرة دي عشان خطره المرة التانية على السجن على طول تكره مسحاب تلبيه تكره يا ابن اللقينا ايه دا لا مقارض لا ما يهمكيش انا شخصيا بحب الصلاحة وانا حب الرجل الراجل تحط ايدك في ايدي ايوه بس مش على طريق حجازي اهلا اهلا بيك هقارتها وحعملها قبل شهرين ونص ما يخلصوا وعملت التعديلات اللازمة ونزلت قردر ببروفات بس عايزين جوزك بقى يوم دي العقد عارف الكلام دا لو اتحقق حبقى مديونالك بايه؟ انا لا حب اكون مديون لحد ولا حد مديونلي انا انا عايز حق على طول على فيه؟ رجع عهلك انا مش جبان انا مش جبان انا عندي من الشجاعة القادر اللي يسمح لي اني اعلن رأيي بمنتهى القوة انا لو كنت شوية كنت انضمت لحزبهم الزابط في عجرافا انا انا اسف خطأ ولا يمكن يتكرر المواطن في عنف نفسي كارثة العالم التاهت هي اخوف المواطن من السلطة امعي اقوم اديها حتى بس اخلص الماشى الضواف دا مش حاضر استنىك ولا ثانية يلا علشان تمدي العقد وتقمد العربون اقوم عقد ايه وعربون ايه انت قام ايه تعال بس اقول لك ايه ازاي الغستاذ برهاني ابن عمي اخ ما يعرفش ربيني ازاي معلش اشرب شفت تيانسون كمان بنت هتبقى عال اشرب عالى اه ازاي انا عرفش ربيني اشرب 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 نعم؟ ما نمش لما حطت له نص إذا كنت منه طيب نعم لما أغذى يا فندي عاصل حجازي به بعثية شوي واني اللي هاب معا بعفيا لموارزة يا فندي رش حنين بيرز الله خبير الاستثمار حسين بي عبدالقوي خبير الدعاية والإعلام هيا احنا عايزين ناخد رعيهم بخصوصا ان حجازي هيبقى أفضل واحد في أولادنا وانتوا عارفين طبعا ان فضلت الشهر بس على المولى أولا لازم تنسوا خالص حكاية تجارة المواشي دي احنا نمدأ عمل تاني بطريقة تانية وبسرعة قبل مجدي ما ياخد بطولة الملكة هي أم؟ ما تخافيش مجدي مش هيكسب حضرتك تبدوم للجاية حين عدي مدام معا وتروح للشوت الجاية جدي جدي من أمن؟ ومن أين قتيت بهذه الثروة؟ استف 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 إذا حبيت المسرحية دي تطلع فيما عتها بالزبط وتنجح وتكسر الدنيا ما تخليش الجدع ديجي هنا تاني المهمة المسرحية تطلع قبل الشهر اللي فاضت من المولى أعمل اللي انت عايزه أعمل ايه؟ أعمل اللي انت عايزه شكرا 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 أهلا يا نابلة هو حضرتك عيانة؟ سلامتك ألف سلامة صدتي ما بتاكلش بالكلام دوت ومال فين برهان في الشغل الحقيقة أنا جاية تراجع حضرتك في حاجة واحدة بس إنك تأجيلي حكمك على برهان حتى ما فتعرض المسرحي إيه خلاص أسبوع واحد وحتت تعرض لا خلاص أنا فزت بمتود شرق القاهرة أستاذ عبد الرحمن وري لهم جرية دي النهاردة تفضلي تفضل اشتركوا في القناة